خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان اعتمد المجلس أسماء خمسمائة واربعة وخمسين مواطنا من مستحقي قرارة الدعم السكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون درهم وأوضح معالي الدكتور المهندس عبدالله بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أن الإعلان عن أسماء جديدة لمستحقي الدعم السكني قبيل عيد الأطحى المبارك يأتي في إطار حرص قيادة رشيدة على إسعاد المواطنين خلال هذه المناسبة السعيدة وسعي حكومة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين قروض ومنح سكنية وتشمل فئة بناء جديدة وفئة استكمال مسكن وإضافة على مسكن بالإضافة لفئة الصيانة وشراء مسكن ومسكن حكومية وللمزيد من المعلومات تنظم إلينا عبر الهاتف سعادة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد الإسكان سعادة تجمسها الخير مرحبا بسنور أهلا وسهلا هناك خطط لمشروعات المجمعات السكنية المستقبلية التي ستكون بمعايير بيئية جديدة وبأسعار تنفسية حدثينا عنها بشكل أوسع اليوم الحمد لله برنامج الشيخ زايد الإسكان في اجتماع الإدارة اعتمد طرح مناقصة في الربع الأول من 2016 لمجمع ثاني اللي هو في منطقة المنتزي في عجمان وإن شاء الله بنبتدي في مجمع في إمارة الشارجة في 16 وبنبتدي إن شاء الله في مجمع في منطقة الطين السمار الثنينة وبنبتدي إذا ألارت منطقة الخواني تشدبي هذه الأربع هم في الخطة المستقبلية بناء على اعتماد سمو الشيخ محمد بن راشد 12 مجمع سكني في الفترة الياية فنحنا نجهز الوسائق من المناقصة على أساس أول ما تبتدي إن شاء الله السن الياي بنتدي في طرح المناقصات هذه نعم جميل جدا إذن سعدة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد الأسكان كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك